اشتركوا في القناة ومنجحها ثانية أمام غط رصد والبراهيم الرئيس الحوث كان هو الشريك الأمثل للرئيس الحوث في خوض هذه المعركة كان من المتوقع أن يتم انتخاب أمير رحود رئيساً للجمهورية في العام 1995 عند انتهاء ولاية الرئيس الياس الهراوي في هذا العام لكن قرر الرئيس الأسد أن يتم التمديد للرئيس الهراوي ثلاث سنوات وأن يتم التمديد أيضاً لقائد الجيش أمير رحود ثلاث سنوات وفي هذه المرحلة هبطت أسهم الرئيس الهراوي إلى الحضيط في حين صعد نجم أمير رحود وبات رجلاً شعبياً وبالتالي صار انتخاب أمير رحود عام 1998 انتخاباً طبيعياً لبل درورياً بحجة أساسية أن من يستطيع أن يبني جيش لبناني ناجح يستطيع أن يبني دولة لبنانية ناجحة ألا كيف صارت الرئيسة؟ الرئيسة أنا فعلاً 95 قلت هاودي يعني لو بدون إياني يجيبوني لأنه صعب يعني عند السياسيين ومرقوا يعني شافوني كقائد جيش وما كانوا ممنونين من الطريقة اللي كنت أعمل فيها قلت أكيد مش وارد بالـ 98 على أساس طلعت تقيعون بتفاجأ قبل ثلاثة أسابيع من الاستحاق الانتخابات بيحكيني الرئيس بره بطلع بيقلي فعلاً كبر قلبي جنرال قلت له ليه قال لي طلعت عند الرئيس الأسد عم بسألوا الرئيس الأسد أنه عم نجوج للأسامي في عدة أسامي وعم نحكي فيهم وعلى الأساس نحن كمان يعني من التنور أنت شو عندك أفكار بيجاوبني عندكم قائد جيش مثل فخر الدين أنا وقتها معاش حكيت زيادة على أساس أنه أكيد أنت مفروض كنت تقلي قلت بسألك قلت له أول شي فعلاً ما بعرفه الرئيس الأسد أنه من بعيد قدرني هلقد قلت له هايدي الشهادة حياتي ما كنت بتصورها قل لي بدك تقلي من خمس سنين لهلأ وعم بيقول عنك فخر الدين قلت له هذا البرهان أنه هو ما بيتأثر بالمصالح الديقة هو بيشوف استراتيجية بعدها بيسمع أنه رئيس الهراوي مدعوب أنه يطلع بهالوقت طلع أو ما طلع رئيس مجلس النواب الحقيقة بعت إيد أنه طلع وسريجي لي هبس أنه ممكن أنا رئيس جمهورية بس بيقوي يعني طلع الرئيس الهراوي رئيس الهراوي بعدين عرفت فيه بيوصلتوا بيقلوا للرئيس الأسد أنه بما أنه لمن بلبنان عزناكم أنتوا بعتوا الجيش السوري تيساعد لبنان وقت الصعوبات وساعدنا كتير وخاصة بعض الطائف نحن بدنا نساعد كمان سوريا اللي هي كانت على خلاف مع تركيا أنا زر ومنبعد قائد الجيش مع الجيش اللبناني على سوريا تيقذركم بيجاوبوا الرئيس الأسد بيظهر كان عم بيقرى النهار وكان النهار معنوني وقتها أنه عاملي استاتيستيك استطلع رأي استطلع رأي وبالعنوان أميل لحود ستين بالمية تاني واحد نسيب لحود ثلاثة بالمية بطرس حرب ثلاثة بالمية فلان ثنان بالمية إلى آخر بقى قالوا النهار دخلك عادة مع الرئيس هو مش قاري مع قائد الجيش رئيس الهراء هو مش قاري النهار كان طالع دره قالوا عادة مش معه لقائد الجيش قالوا تفضل إذا النهار عم تعانوين هك يعني الشعب اللبناني بده قائد الجيش رئيس جمهورية ونحن مع الشعب اللبناني وقتها فاهم الرئيس الهراء موسيقى 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 الرؤية الحديث ميشيل جون كارتل الرئيس نهار مقود عمر الشح رئيساً للجمهورية اللبنانية يقرأ المحضر أحلف بالله العظيم أني أحترم دستور الإمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة عرضي إن تجربتي في بناء الجيش زودتني بالإيمان والبرهان بأن سوريا بقائدها وشعبها وجيشها تريد الخير للبنان وتدعم الدولة اللبنانية دون حدود فهل لا عرف اللبنانيون في موقع الحكم والسلطة أن يوظف هذا الدعم قلت بدي أعمل متل ما عملت بالجيش بدي أعمل بالدولة ومش هناك هاك قلت دولة المؤسسات والإنو تاني شي قلت إنه العضايا الاجتماعية تالت شي قلت نحن وصوريا بنا نكفي سوا على أساس سوريا اللي ساعدتنا وكنا وقتا وصلنا تقريباً على التحرير ودعمتنا ودعمت المقاومة وبذات الوقت عندها ذات المشكل مثل الجولان كانت إسرائيل قاعدة فيها مثل ما قاعدة عندنا بجنوب قلنا الحل تيسير شامل لازم يكون على ذات المصار السوري اللبناني تلازم المصارين هذه لازم يكونوا مع بعض مجيء الرئيس لحود لرئاسة الجمهورية بـ 98 ثم مجيء حكومي برئاسة الرئيس سليم الحص يعني هون المقاومة بنا نقول كانت مرتاحة جداً في الوضع السياسي الداخلي يمكن بسوريا كان فيه تأدير من إبع الرئيس حافظ الأسد لدور المقاومة كان فيه ضماني سياسي أنه مهما كان هناك خلافات بين ممثلي المقاومة بين الحكومات السابقة ففيه الدور السوري اللي بـ 93 حاول البعض أنه يلعب عليه يخترؤوا لكن ما نجح بسبب مثل ما ذكرت موقف قائد الجيش أنذاك واضطرار الرئيس حافظ الأسد للتدخل ولجم مثل هذا التحول في الموقف السياسي مجيء الرئيس لحود بـ 98 مع حكومي شكلت مع الموقف السياسي السوري شكلت للمقاومة غطاء سياسي مع تنامي قدرة المقاومة وإثبات فعاليتها وزيادة خسائر الجيش الإسرائيلي وتنامي شعبيت المقاومة كان انتخاب الرئيس أميل الحود لرئاسة الجمهورية مصدر اطمئنان الحقيقة على المقاومة وعلى لبنان وعلى العلاقة اللبنانية السورية بيدعيني أول واحد رئيس الأسد من بعد انتخابي بطلع لعنده منبلش حكي أول شي كان مصرور كتير أنه عملت رئيس وبعدين بيسألني بمين عم تفكر رئيس وزراء قلت له الحقيقة بعد تجربتي أنا وقائد جيش إن شاء الله يجي الرئيس الحص قال لي ممتاز الرئيس الحص شو رأيك بالرئيس الحريري؟ قلت له الحقيقة أنا وقائد جيش ما كنا نلتقى كنا نختلف وبما أنه أنا جاي جديد بدأ نعلع من أول الطريق وفعلا يعني رئيس الحص أنا برأيي كنا منسجمين قبل لمن أول ما عملت قائد جيش هو كان رئيس وزراء قال لي ممتاز ممتاز رئيس الحريري عنده معارف دولية وأنت بعدك جيش جديد هلأ رئيس جمهورية بلبنان وهو بيقدر يساعدك كتير قلت له عكل حال مش رئيس جمهورية اللي بده يجيب رئيس الوزراء بعد الطائف هو مجلس النواب إذا أخذ لأكترية بده يجيه هو وفعلا تركنا من هونيك ووصلنا على لبنان أول شارلي طلب أنه ينعمل استشارات كان الرئيس لحول ببداية عهده في معركة بده يخوضها وعرفانها الرئيس الحوص كان هو الشريك الأمثل للرئيس لحول في خوض هذه المعركة نعمل استشارات بياخد الرئيس الحريري 83 صوت وبيفوضوني أنا 31 نايت بما أنه 83 صوت بيحقل له بقى يعمل رئيس وزراء يعني إذا أعطيت الأصوات لغيرهم ما بيقدر يعمل قلت بحط الأصوات زيادة بجمعهم اتنينتون هذا العدد يلي بياخده هو على أساس بيطلع 114 إجا رئيس بره قلت له شو صار بحسب الانوم وقته استدعيته لرئيس الحريري بوجوده لرئيس مجلس النواب قلت له اخد 114 صوت قال لي لا أنا بدي أعرف أنا قديش أخي قلت له 114 قال لي لا أنا شخصيا قديش أخي قلت له أنت أخي 83 وأنا عطوني 31 هاوضي فوق صاروا 114 قال لي لا أنا ما بقبل هالشي لأنه أنت أخدت 118 صوت أنا كيف بدي أحكم معك رئيس وزراء وعندي 83 صوت ما بقديك قلت له سمع مني كان فيه عصف بالجنوب والدولار كان عم بيطلع قلت له هلأ يوم جمعة عندك وقت ليوم التنين سمع مني حط إيدك بإيدي خلينا نعمل دولة دولة الرئيس لأنه ما فيه وقت قال لي من هلأ عم بقلك أنا رافض قلت له ليش رافض قال لي ما قالوا الحق يعطوك تفويد أنا مش مرأة علي من قبل سهلت صاير تفويد من بعد الطائف طلع أنه صاير التفويد بالخمس وتسعين لما رجع رئيس الهريوي بالتمديد لما نعمل استشارات طيامه الوزارة خمس نواب عطوا أصواتهم للرئيس الهريوي والرئيس الهريوي عطل خمس أصوات للرئيس الحرير وقبل فيهم أنه لأنه وحده وثلاثين ما بيقبل بيقبل بالخمسة ما هو المبدأ غفض قال لي من هلأ عم بقلك أنا غفض راح نهار الأحد عشي لما سمع سأن أن أنه عم بيقول دولة الرئيس رفيق الحريري يوم متى أنه رئيس رئيس إميل لحود بما معناه خرق الدستور أو شيء مخالف للدستور والرئيس لحود همه الأساسي كان بكل فترة حكمه أنه أنا مثل ما بيقول الدستور أنا عم بعمل وكان ملتزم بهالشي بقى الرئيس لحود لما سمع عم يحكي هاك نهار الأحد مع أنه رئيس لحود ما كان ناوي أنه يرفض الاستقالة بس لما سمع بيقول أنه الرئيس اللبناني عم يخرق الدستور أو مش عم يتبع الدستور غضب غضب شديد وقرر بلحظته قبول الاستقالة بس ما حكي في عنده ميزة لما يكون بده ياخد قرار الرئيس لحود ما بيحكي إلا وقته قلت له أنت بقى تكسر رئيس جمهورية لبنان قال لي لا تواخذني أنا غلط فينا نرجع نحكي قلت له يا رات هالحكي بيني وبينك بس لم تطلع بالسيانان بتقول للعالم كله أنه كسر الدستور وأنا أرجع أقبل معك يعني انتهى الرئيس جمهورية قبل ما يبلش قلت له يا رات ما عملتها هادي قال لي معك أنا عملت غلطة كبيرة ممكن أنصحك برئيس وزراء قلت له لا عندي براسة إن شاء الله النواف يمشوا فيه رئيس الحص وأنا مش حاكم مع رئيس الحص من قبل ما روح شوفه رئيس الأسد بالزيارة ومن بعد ما رجعت مش حاكم معهم بس الناس ما بيصدقوا مش معودين كنو قدوا على التليفونين قال لي رئيس الحص تير بطيء وبتتعب معهم شو رأيك أنا قلت له لتوي خزني قال لي ممكن ضلي صاحبك قلت له صاحبة ونص ما عندي شي شخصي معك قال لي بقدر عمل لك زيارات قلت له لمن بتريد بيتي هون مطرح ما بتريد قال لي طيب لتوي خزني وراح صار استشارات أخذ 95 صوت رئيس الحص وإجا وقل لعنا سو ترجمة نانسي قنقر قالوا لاللواء جميل السيد إذا بتريد بلغهم حتى هو دايما عنده العلاقة مع سوريا طبيعة الحال أنه ما بيقول لهم الشي اللي بدوا يعملوا قبل بشي ساعة قبل بربع ساعة ما كانوا يفهم مثل ما الناس بتفكر أنه والله والله كل السوريين كل كلمة بيقولوا يا وأثبت الأحداث هالشي مش مزبوط هدا وأنا بأكد مش مزبوط لأكتر واحد بعرف هذا الموضوع الرئيس كان ياخد لبراسه ويبلغ وأيو ما كان يبلغ السوريين يمكن قبل بنص ساعة وأنا بأكدها وبناقش فيها وبشارع فيها لآخر لحظة لأنا بعرف مزبوط منذ اليوم الأول من انتخاب الرئيس الحود وقع خلاف مع اللواء غازي كنعان حول تعيين قائد الجيش غازي كنعان كان يصر على أن يكون رئيس الجيش ميشيل سليمان في حين أن الرئيس الجمهورية عميل الحود كان يريد أن يأتي به أسعد غانم قائدا الجيش وفي نهاية الأمر كان لغازي كنعان ما أردته ولكن بصار هناك نوع من خلاف أو برودة ما بين الرجلين عميل الحود أعتبر أن غازي كنعان وصي مزعج على العهد في حين أن غازي كنعان أعتبر أن على الحود أن ينفذ سياسة سوريا لأنها هي التي أتت به رئيسا الجمهورية وانتهى الأمر مع الرئيس بشار الأسد بأن ذهب أو استبعد غازي كنعان عن لبنان وحل محله نائبه رسطم غزال أول واحد هجمني كان وليد جنبلان أنه عم بيعمل ديكتاتور عم بيجيب اللي بده إياه نحن رافضين وهذا مكتب الشكاوي تيدخل بقضايا الدولة والعقس كان صحير كانوا سياسيين تدخلوا وكانوا ما يقدروا المدرع العمين والأضاطي عملوا شغلهم أنا عملت جهاز بما أنه ما بعرف مدنية جبت أحسن الزباط هلأ كلهم السلمين أحسن وظائف بالجيش فور انتخاب أمير الحود رئيساً للجمهورية أول تهنئة أتته من الرئيس الفرنسي جاك شيراك واتفقا معاً على أن يقوم الرئيس الحود بزيارة رسمية إلى فرنسا ولكن جاءت الاستشارات النيابية فأعطت سليم الحص رئيساً للحكومة بدلاً من رفيق الحريري صديق الرئيس شيراك وكانت ردة فعل فرنسا بأن خلغت زيارة الرئيس اللبناني إليها بقي الأمر معلقاً إلى أن التقى الرئيسان اللبناني والفرنسي في 4 أيلول 1999 في القمة الفرنكوفونية وفي هذه القمة جرى البحث مطولاً بين الرئيسان حول كل المواضيع المنطقة ولبنان والعلاقات الفرنسية اللبنانية واقترح في إثرها الرئيس شيراك أن تتم القمة الفرنكوفونية القادمة في بيروت تحت عنوان حوار الثقافات بعد هذا الاجتماع كان بالمقابل وبالتزامن يتم اجتماع في بيروت بين وزيرة الخارجية الأمريكية مدلن أوربايت والرئيس سليم الحص ومن الواضح أن كان الموقف اللبناني واحد بين الحود وبين الحص بشكل أن أبلغوا الفرنسيين وأبلغوا الأمريكيين بأن لا مفاوضات مع إسرائيل ولا مباشرة ولا غير مباشرة قبل انسحاب الكامل من إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وهكذا كنا أمام من جهة انحياز شيراك ومن جهة ثانية أمام غطرصة والبرايت بيبعث السفير تبعو بيقلي شيراك لغى الزيارة يعني تتعرفوا يا عربان كيف بيعاملوا الناس بس هلأ عم بحكيها تتسمعوا رئيس فرنسا يلي بترجى تيسفيد منه هو من خلال حريري لأنه رئيس شيراك كان بيجيبته لرئيس الحريري بده ياخدني أنه بكي بيستميلني وكانوا معودين أنه رؤس العرب داخلكم فرنسا هادي هادي بريطانيا هادي أمريكا أنه من خلالهم بعمل شو بده الحريري لأنه ما إجا رئيس وزراء بيبعث السفير مثل كانوا بعده بالانتداب أنه ما في لزوم بعد تجي كان جوابي قل له لرئيسك بالأساس أنا ما بدي يروح لعنده ترجاني يا رجا ومن يحي اللي طلعت منه أنا ما بدي أشوف وفعلا من يومتها لبعد سنة لصار في وقتها بمونغتون بكندا ووقتها بعتلي السفير وتراجع وقال لي بتمنى عليك بيطلب منك صار فيه غلط شراك تروح على مونغتون أنت أهم شي أنه تجي على الفرانكوفونية لأنه بده نعمل الفرانكوفونية في لبنان قلت له إذا بيعمل الفرانكوفونية في لبنان أنا بروح وما عندي شخصي معهم إذا هو تراجع ما عندي مشكلة شو اللي بيصير بوصل على مونغتون بعمل اخطاب ما بانسى تسعة وتسعين وبقال لهم أهم شي عند العربان هو القرار الدولي 194 وعم بحكيها بالفرانكوفونية ما لهم داخل بالقضية الفلسطينية اشتركوا في القناة بيطلب وقتها شراك انه يشوفني ايجا على السلام قال لي أنا عم بسمع عن الدكتور وعم بعرف انه انتو بتعرفوا بعض منيح شو رأيك كذا قلت له مثل والده وزات العقلية وزات الخط اللي نحنا مقتنعين الخط تبعنا هو انه ما فينا نعمل تحرير الا بالقوة هذا ال 425 صار له سنين ومصار بس كمال باهميته 194 ونحنا المصار بديكون واحد نحنا وصوريا على اساس صار الحل بلبنان وبعدنو الاسرائيلية بجولان ما في حل شامل بدي يصير في حل شامل قال لي في شغلي بس ممكن في تليفون وقت الاستقلال موجود بلبنان بس يرفع اول رئيس لبناني بالاستقلال بشار الخوري التليفون كان يحكي مع الرئيس الفرنساوي بالقليزة ما يمرق عالسنترال يمرق بكاب البحر يطلع بالقليزة هذا ما احدا بقدر يسمعه يعني مش بالهوى ولا ماري عالسنترال قال لي انت بس وصل هذا امتو الخط فيني اعرف له قلت له رحلك له مش لانه قضية شخصية اختلفت انا وياك لا انا ليش بديكون عندي خط مباشر مع رئيس فرنسا وما عندي خط مباشر مع دول العربية اثنين لقيت انه مع دول العربية كمان ما فيلزوم لانه رح تشوف انه انا ثقافتي عسكرية ما عندي شي اضحية لعليه وقال لك هدا اسود وقدمر له ابيض يما غير شي قال لي بك بنا نحكي عنه وياك شي ما بدنا السوري يسمعه ما بنسى وهالشي انا ما قلته لحدا قلت له السوري وغير السوري قلتلك كل شي فوق الطاولة اذا تقتنع به الشي كان به ما بتقتنع انا ما رح عمل خط مع حدا قال لي خلاص منضلنا اصحاب قلت له اكيد اصحاب وفيما بعد صار يتعرب واجه وقت على الفرانكوفونية وقال لازم الوجود السوري بلبنان يكون موجود بس بيكون موعد وقبل بالوجود في مطلع العام الفين قصفت اسرائيل بعنف البنى التحتية في لبنان وبصورة خاصة محطات الكهرباء مما حدا الرئيس المصري حسن باراك الى القيام بزيارة غير مسبوقة وخاطفة الى لبنان اخبر فيه الرئيس لحود انه اتصل بالجانب الاسرائيلي وبصورة خاصة بيهود باراك ليحذره من مغبت ما يقوم به ودام الحديث معه خمسة واربعين دقيقة لم يستطع اليهود باراك ان يعطي لي الرئيس المصري اي جواب وافن او ان يبرر اعماله وفي اثر هذا اللقاء صدر بيان مصري لبناني يؤكد على حق المقاومة في لبنان ضد اسرائيل وبر واستطاع هذا اللقاء ان يعطي ثقة للرئيس الحود بنفسه بان لبنان ليس متروكا وان لبنان محاط عالميا ومدعوم من قبل الدول والقوة الاساسية في المنطقة اخر النهار بالتسعة وتسعين اي على قلبة القرن الجديد الالفين حول الساعة ستة مساء عم نحضر حيالنا تنصر على رأس القرنية الاخرية الساعة ستة بيجي لعندي قائد الحرس الجمهوري مصطفى حمدان بيقلي سيدنا هلأ بعد وحكيني قائد الفرع الامن القومي من الشمال بيجي من عنده العميد فقيه وقتا انه قاتلين ورايحين جراحة شو بتريد راح خبر هلأ وزير الدفاع تعملوا انتم مجلس أعلى الدفاع تحت تاخدوا خراح قتلوا أنا قابلك كنت قائد جيش لما بيرحلك عسكري عندك حق الملاحقة ما بتسأل حدا بدك تلحقن أنا رئيس جمهورية عم بقلك بكرة صباحا عطلوع الضو بكتكون مجهز أفواج المغاوير وبتكون فوق بس يكون طلع الضو بتكون صرت فوق باكت طلعت اللي عملوا اللي بتريد قلو الوزير قلو ما بتخبر حدا متل ما أنا كنت أعمل بالماضي بتكتعمل لأنه شي ما بينطر وبدك عنصر المباردة اللي بأمرك تاني يوم الصبح بلشت العملية كان فيه يومين عيد ما حدا نعرف شي ثلاثة أيام كان رحنا نحن 11 شهيد واحد منهم قل يرحموا دبحوا ورحلوا من عندهم 65 قتيل من عدد الجراحة وفات على الحبس شي 70 وحد ثالث يوم بتلفلي رئيس الحص بيقال لي عندي كل رجال الدين الشمال وعندي النواب وكلهم عم بيقول الجيش عم بيقتل فيهم لأنه كان مري ثلاثة أيام ما حدا نعرف عرفوا ثالث يوم شو عم بيصير فاخنت الرئيس قلت له قتلوا من عندهم عسكر للجيش جيش عملوا واجباته طلع رحلوا كذا قتيل فات على الحبس كذا وفيه كذا جريح ونحن رحلنا كذا قال لي خلص كل شي طلو خلص كل شي قال لي ممنونك فاخنت الرئيس بلغ الكل اللي مفلهم من هون انتهى اللي بيدق بالجيش بيصير هاك وقفة هون مين الزعل وهيدي ما حدا نحكي فيها السفير الأمريكيني بيتالفل لي قال لي بدي شوفك هلأ في المناوبة للمدعي العام لكل أمريكا ست صار لها يومين بالطيارة جاي لها بدأت شوفك بك الصبح أنا قلت بدوا يرجوا يتشكرونها انه هاو دي الأرهاب لأنه طلعوا منهم هنه أصليات بس وصلت بتقلي كيف انت بتقتل ستين واحد وبينيتهم في واحد عنده باسبور أمريكاني من بيت كانش نحنا ساعدناك بالقليات وكذا مش تتقتلون نحنا ما نراجع مساعدتنا للجيش اللبناني قلتلوا من بيت كانش سألولي قالوا ما في بيت كانش قلت لأ أكيدي أنا في من بيت كانش وطيب فتشوا بين هالأصليات المفتكرين ونقجاني طلع رئيس المجموعة أبو عيشة هو من بيت كانش عنده باسبور أمريكاني ولبناني لا أخبر هالشي لأنه هاي بيدل المؤامرة من وقتها الإسرائيلية لأنه خط الإسرائيلي يلي مين عم بيجيب الأصليات وعم بيتفعلهم عم بيجي من الخليج هلأ بيانت بس وقتها ما كانت مبينة وهيدي عملوها قبل 9-11 يعني قبل 9 أيلول 2001 لا بهالتاريخ لأنه الإسرائيلية معش يدروا على المخاومة كان التحرير ماشي بعد 5-10 أربعة تشهر عملنا التحرير تتشوف كلها ربطناها بعدين بس وقتها ما شفتناها وقتها تلعامل اللي بتكيه راح عندما تأكد للرئيس لحود أن إسرائيل قررت نهائيا الانسحاب من لبنان قام بجولة عربية واسعة ضمت السعودية والكويت والبحرين وقطر ومصر وفي هذه الجولة قام أهد دول قامت دول الخليج بعرض مساعدات مالية على الرئيس لحود فكان جوابه واحدا إلى الجميع لا أريد مساعدات مالية أريد دعما سياسيا وبصورة خاصة أريد أن تنسحب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية المحتلة بما فيها مزارع شبعة وتلال كفرشوبة بعد هذا اللقاء مع الزعامات العربية قرر رئيس لحود القيام بزيارة إيران من المعروف في إيران أن المرشد الثورة لا يستقبل حكما كل رؤساء الدول لكن هو قرر لقاء الرئيس لحود وقال له في بداية الحديث وكان حديثا حميميا التاريخ سيحفظ اسمك وأنتم على وشك إنجاز انتصار كبير وقد استطعتم أن تحموا وتدافعوا عن المقاومة ونحن فخورنا بكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا اللي قاعد 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 محلو لأنكم صرتوا بكلف السرعية أعزشي بحياتي هو اللي منصار التحرير وأنا باعتبره بمسهب الاستقلال استقلال الحقيقي لأنه صار في دم كتير من أجل التحرير أول شغلي بيبلشوا بعض الرؤس العرب عند زياراتهم للبنان يسألوني لأنه كانت مبيني أنه نحن أقوى وخاصة من بعد ما صارت قصة الكهرباء وردينا ومستقلنين أن يفتكروا أنه بكي منتراجع وقتها أول سؤال بيسألني رئيس مبارك شو رأيك أنه بس يصير الانسحاب هل أنه بده يصير فيه شي شروط أو غيره كان جوابي وقتها عملت صريح بهالمعنى وقلت أنه إسرائيل بحسب الإنوم وبحسب الحق والقوة بدأت تنسحب وما في شروط ولا من قريب ولا من بعيد وبلشت بأرنون وقتها شباب صغار يعني إجوا لعندي كان عمرهم بين الـ 12 والـ 16 ما بعتيت بالعالم صايرة وبكترة بيجربوا يكتحموا عندهم كل هالشرايط الشائكة اللي حطينا حولها أرنون وكانوا حطين الغام يعني اللي بيطلع فوق الشريط في لغم بيفقع فيه وكانوا مبينين حطينا علامات مشانهم الإسرائيلية تيعرفوا وين موجودين وفي البعض منهم مش معروفين بس إني بيعرفوا من المسافة يلي مبيني هيديك وين بتكون تيرجعوا يقيموهم في حال هني بديوا ينبو وطلعوا وفيه صور بإيديهم عربشوا ودعسوا عشيتوا وبلشوا الأقواز فيهم ومردوا تلميز مدارس أنا تقسرت كتير الصور اللي جابوا ليهن عملنا مجسف وحطيناه بقاعة الاستقلال بالأصر الجمهوري بس للأسف من بعد ما إجا رئيس ميشيل سليمان قاموا ولكن لازم يرجع للتاريخ تيعرفوا لمن عندنا أولاد مثل هال أولاد اللي شفناهم كيف حاولوا بدون خوف من ألغام من كل شيء الارصاص اللي طلع عليهم يعني ما حدا بيادر على لبنان من بعد صار الانسحاب حول أحزائران من جزين أنا زاك إسرائيل حسيت أنه ممتدي بجزين زيادة نحو لبنان يعني كان المواقعة وراء شوي هي لأدام وكان أنا زاك المقاومة اللبنانية وأكتريتها كانوا من القوى الوطنية من قومية وغيرة عم بيتعدموا على هالخط ومتخوفين أنه يعلقوا هونيك ويتفاجأوا ليلي بدون ضوء أمر بدون ما يحكم مع حدا فجأة بينسحبوا صباحا بـ 24 أيار سنة الألفين بيجيني الخبر أنه عطلوا عالضو نسحبوا طلب قائد الحرس العميد مصطفى حمداد قلت له بأسرع وقت نحنا بدأ نكون هونيك لأنه خايف يكون فيه طبور خامس يكونوا مخليين ناس يكونوا هاودي بتعاملوا مع إسرائيل يعنوا التفجيرات يعنوا لنا مدبح ساعة تسعة ونص لأنه عالطريق الناس ما نقدر نمره لأنه اكتر يجيئين عجنوب درري أنه كانوا متأملين ما حدا نيرجع وصلنا أول شي على البياضة قلت له وبدأ يبلش من النقورة لآخر الحدود اللبنانية مع فلسطين لما فتنا من هونيك عالضيع بعض الأهالي اللي كانوا فيها يعني الإسرائيلية عندهم عملة خايفين قاعدين بالكنيسة أكترية العملاء راحوا مع الإسرائيلية فوت على الكنيسة بيطلع رئيس البلدية وبيعمل اختب بيتأهل إلى آخره قلت له ما تخافوا أنا رئيس جمهورية لبنان عم بقلكم ما بيصير دربيت كاف لمهم لبنان رجع لكل اللبنانية أنتوا بالنسبة لألي مثل أهالي بعبدات قوعد تفتكروا حدا رح يجي صابكم وكونوا أكيدين أنه لبنان كله بدي يكون مصرور براجعتكم للبنان مشان هيك قوعد خافوا من شي رجعنا تاني يوم قلنالهم قوعد يصير في شي تعصفي في شي في القضاء هو بيحسن وما صار دربيت كاف بكل الجنون هو عم بيصير الانسحاب بتفاجأ بتليفون ساعة 12 بالليل وزيرة خارجية أمريكا مادلين أولبريت تطلبني قالتلي وصل لي خبر هلأ من لارسن أنه تم الانسحاب إذا إذا بتريد جامعين كل السفرة دول كبرى وسفير لبنان حتى أنتوا تقولوا أنه صار الانسحاب لأنه بدون الدولة المعنية يعني ما لم أمريكا بدي كون معقول يعني بالفترة اللي أنا ما كنت بالقصر صار كنت حاطت وقتها العميدة حطيت على حدود على أساس وقتها هو على حسابه كان طالع الجي بي أس جديد اشتريه من أماركا من واحد رابطه لمنحطيته مسؤول تعرف إذا بده يصير الانسحاب كانوا يعملوها وقتها مش بهال دقة اللازمة بقى قالت يعملها دقيقة جيب جي بي أس وكان عم بيواكب الانسحاب يوم بيوم تلفن له بقى صار الانسحاب قال لا هلأ قبل ما نخلص الشغل الساعة سبعة أنا وقائد القوات لأينا أنه بعد فيه 18 مليون متر مربع بعد ما صار فيه الانسحاب أنا بكل لطف قلت له أكيد ما بتعرف ميسيز أولبريت بس نحنا بنعرف على الأرض لأنه عندي زابط وعنده جي بي أس تتعرف أنه دقيق ومع قائد القوات الدولي لأيه أنه فيه 18 مليون بعد داخل الخط الأزرق وإنتوا قلتوا أنه بديوا ينسحبوا له الخط الأزرق لأنه فيه ما بعد عرفنا أنه عملوا الخط الأزرق ما انتبهوا فيه محلات الأراضي عالية بدون الإسرائيلية يعدوا فيها أهوني رائبه من أنه يكونوا تحت وقتها قالت لي طيب عم بيقل لي لارسن ولمن بيقول لارسن يعني أمم المتحدة هو بيحكي بإسم وقت لما بيقدر يقول أنا عندي زابط وأنا أكيد ما صار الانسحاب لما أخدوا رد شي ساعتين بعدين قلت لي لك لو كنت أنا ببيروت أكيد كنت تأتنع مني أكيد مش قضية جمالة يعني كانت بدأت تجي تقول لي بعطيك وأنت بتعطيني للعسف هذا تحليلي قلت لي ولو كنتي هون ما فيني أعطيك إياهم هاو دي مش ملكي قلت لي طيب شو رأيك وهون ليه عم بقولون تطار كيف يعرف الشعب العربي كيف بيشتغلوا بمجلس الأمن والأمرقين والآخر قالت لي أنت عمول تصريح قول ما صار الانسحاب على مش 18 مليون متر على 100 مليون متر بس قل له لسفيرك مش يحط ورقة أنه صار تطلع أنه أنت عم تكذب يحط ورقة بيضة قلت له ما هذا كذب لأنه أنا عارف ما صار الانسحاب لما بقله حط ورقة بيضة يعني عم بكذب على شعبي عم بقلك إذا فيه متر ما بقدر أنا وما بقدر أنا أطلع وتزايد أنا مش هون وفعلا مثل ما قلت بالأساس أنا ما كنت آمن إنه إعلام وكذا المهم النتيجة قلت لي لك بدأ نعمل ونحكي مع العميد لأنه أكيد بيكون في شي غلط وقائد القوات الدولية تعمل وقائد وقائد القوات الدولية وأنا عم على الخط وسفير مصر يلي بيحكي عربي عبيترجم مع أمين ويقل لهم أمين يا عمي فيه 18 مليون متر أنا أكيد على الجيباس وإذا قائد القوات الدولية كان صارت خمسة الصباح طول الوقت قل لي بريزيدنت بريزيدنت خمسة الصباح قالت لي أنت بتعرف مع مين عم تحكي عم تحكي مع وزيرة خارجية أماركة وعم تحكي مع أمين عام الأمم المتحدة تعرف شو معناتها يا مستر لحوت خلاص عرفت أنه غيرت طريقتها متعودة هي أنت تحكي هاك للأسف مع أكتار من الدول شو بدي جاوبها ست لو رجال كانت أخذت الجوان اكتل لها مستر أولبراين هلأ خمسة الصباح صارت بلبنان أنا نعسان بدي نام وسكر كتلك وفعلا أنا بأعتقد هيدا كانت القلب النوعية لأنه قبل ذاك التاريخ يظل يحكم فيه منيح وأنه لازم يعمل خائج جاش وبعدين لازم يعمل رأي جامورية من بعدها تغيرت بس وين الأهمية أول يوم بحطوا ورقة بيضاء روس تاني يوم بيمشوا روس بيعلنوا الانسحاب بعطي أمر للجيش ما بيتعدم على حدود يعني ياخد الفراغ طبع القوات الدولية بتقوم علي لقيامة بيجي البي بي سي بيطلب أنه بده ياخد تصريح بعد التحرير قال لي شو رأيك معاش فيه سبب هلأ السلام تقول لا في عندك كذا شغلي عندكم حق العودة عندكم المياه اللبنانية عندكم كذا وكذا والأهم شي بهذا الموضوع ما راح الجيش على حدود لأول مرة أنا بعتد بتاريخ الأمم المتحدة ما بيقدوا ينفذوا لوقت تلات تشهر من بعدها كنت طلعت على الأسر أنا بتشوف بيجي لعندي السيد وكر مساعد أولبرايت المسؤول عن شرق الأوسط بيقر اللي كان معك ها ومن بعدها نسحبوا من 18 مليون متر يعني أخذي ثلاثة شهر تصار تنفيذي لأنه نحن منعنا هالشي لوقت اللي عمل أشوف لوقت المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة